من جانبه وجه رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح الشكر للدولة المصرية والقيادة السياسية على الجهود الكبيرة التي بذلوها كي تتجاوز ليبيا أزمتها ومن ناحية أخرى وجه رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري أيضا الشكر لمصر قيادة وشعبا على مساعدة بلاده في الوصول إلى قاعدة دستورية واضحة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مضيفا أن اجتماعات القاهرة والغردقة على مدار عام ونصف استطاعت الوصول إلى وفيقة دستورية واضحة المعالم إن الحديث في مصر وعن مصر ولمصر حديث عن تاريخ أمة مجيدة وأصالة شعب وقيادة فذة حكيمة شجاعة وثابتة انحازت دون ترد لمصلحة ليبيا والليبيين لتجاوز أزمتها ودافعت بكل وبدون كلل ومل مساندة الليبيين لتجاوز هذه الأزمة والعمل بكل جدية وصدق عن سيادة ليبيا ووقفت تدخل الأجنبي في شؤون الليبي مصر الشقيقة الجارة أيها السادة شجعت الليبيين على التقارب وتبادل وجهات النظر واحتضنت ورعت وترعى أرضها الخالدة لقاءات مختلفة بين الأطراف للدفع نحو توافق ليبي بهدف الوصول إلى حلول نهائية للانقساب السياسي الذي أثر سلبا على حياة المواطن الليبي مصر الشقيقة تدفع باتجاه احترام إرادة الليبيين في تقرير من يحكمهم عبر صناديق الاقترام يسعدني باسمي وباسم المجلس الأعلى للدولة أنا أتقدم بخالص الشكر لجمهورية مصر العربية قيادةً وشعباً على مساعدتنا كمجلسي بغية الوصول إلى توافق على أساس دستوري واضح تجرى عليه الانتخابات في ليبيا فقد قامت هذه الشقيقة الكبرى باحتضان الليجان المشتركة منذ فترة طويلة في وقت لم يكن لهذه الليجان أن تجتمع في البلد وبفضل هذا الجهد ذُلِّلت الكثير من المصاعب وأصبحت لقاء هذه الليجان مُيَسَّرًا واستطاعت هذه الليجان في جولاتٍ حوارٍ عديدة وباستضافةٍ كريمة من الجمهورية المصرية أن تصل إلى وثيقة دُستورية واضحة المعالم تُؤدِّي بنا إلى المرور إلى القوانين الانتخابية إن شاء الله